شارك وفد من الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيم رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس في مؤتمر البرلمانات والتعددية الأطراف الفرص المستمدة من الميثاق من أجل المستقبل الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي على همشي أعمال الدورة التسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك وأكد معالي الدكتور علي النعيم في كلمته خلال المؤتمر أهمية تعزيز الشراكة بين البرلمانيين والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في تعزيز السلام العالمي وأن يكون السلام أولوية على أجندة الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة داعيا البرلمانيين إلى العمل على خلق مستقبل أفضل من خلال العمل المشترك والشامل لتعزيز الاستقرار والسلام المستدام